نحن سكان الخرطومة 2 شارع 43 الخرطومة 2 نحن متضررين من المياه الصرفة الصحية لنا 10 سنين ونحن قفلوا لنا من جوا على اساس انه مويت الشارع من بره مدخش لنا جوا ومن جوا مدخش تطلع لنا البره يجو شفطوا لنا من ده كنا بنشفط من الشارع من الشارع ده كان بشفطوا لنا زي خمسة ستة سبعة دوار بيدعبوا فقاموا قفلوا لنا من الداخل بيجونا كان صباح ومسع كالترخير ده المدير الفاتل اسمه معتصم مما مشى معتصم ده بيجونا مرة الصباح مرة ما بيجونا يعني احنا عايشين في حياة كئيبة كئيبة شديد جدا والحاجة دي بتسبب التيبي والسل وبتسبب القولرة وبتسبب الضبان والباعوضة وإحنا ما قادرين ننوم ما قادرين ننوم يعني وإحنا خلاص تعبنا ما عارفين نعمل شنو آخر حاجة اتصلنا بالوالي اللي هو كان عبد الرحيم محمد حسين وكالترخير ومشكور رسلينا مهندس ومهندسة من التصميم جو شافوا الشارع وقالوا لينا أبشروا بعد عشرة يوم هو شعلو فنحنا حسنا من ناشدة الوالي الجديد ده انه بس اهتمالينا بالشارع ده لانه فيه أطفال وفيه أسر وفيه ناس عيانة مريضة عندها سكري وناس فشل كلوي وإحنا تعبانين بنعاني شديد جدا من الحاجة دي نحنا متضررين من قبل رمضان أن نحنا خيدين في الموية دي يعني بالناشدة المزولين يعني حلوا لينا مشكلتنا نحنا متضررين قبل كده أمي صباعا بتر بموية الصرف الصحي وأنا عندي سكري بخط في الموية دي داخل ومارقة بعدين متضررين الحمام ما بنقدر ندخل المدبخ الموية داخل لنا فيه الريحة البعوضة يعني معاني معانا شديدة يعني قرابة العشرة سنة نحنا في المشكلة دي وطبعا زمان ما كنا بنعاني منها لأنه ما فيها براجة جامج جديدة دخلت معانا في الصرف الصحي الحمولة طبعا زادت ساكنة شارح 43 مرة 2 وبنعاني معانا طويلة من سنين طويلة وما تفتكروا إنه ما اشتكينا اشتكينا ماشينا مكاتبهم ولما يجوا هنا التحصليية بتاعنا هم بينكلمهم وبيخشوا يشوفوا حماماتنا وبيوتنا وبيوعدونا بس عبل ما شالوا قروش الصرف الصحي ويفوتوا تاني ما بنعرف أي حاج عنهم ولما بيختشوا إنه الشارع مليان موية بيقوموا يغيبوا بالشهور الطويلة وفي الآخر بيجيب ليك متأخرات ويقول ليك 48 ساعة انزار يعني شوف وصلت بهم الاستهتار بالناس ولا بيهمهم ولا في ذول بيسمعوا ولا في ذول بيانتبه يعني ما في ذول هام ميهو احنا بنعمل ايه ولا هما بيعملوا مرات بنجيب الناس اللي بيفتحوا بمجهودهم الخاص بحدايدهم يجوا يفرتك ويلخبطوا صوتوا وشيلوا مننا آلاف الجنهات وفي الآخر يقول لك الشارع الشارع مليان هنعمل لكم بس ده كل ما يعني ما في أمل ذاته أنا ما حس إنه في أي أمل لأنه ما قصرنا يعني في الشكوى وفي القدر وبندفع عليهم لما بقول بيعدونا بندفع ما بنقول بنعاكس لكن بعد كده للأسف ما في أي استجابة موسيقى